وحرصا على شفافية ونزاهة العملية الانتخابية أكد مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات المستشار أحمد بنداري أنه تم توجيه الدعوات لكل السفارات المعتمدة لمتابعة العملية الانتخابية كما أشار بنداري إلى أنه تم قيد العديد من المنظمات الدولية والمحلية فضلا عن وسائل الإعلام لمتابعة الانتخابات تم توجيه الدعوات لكل السفارات الأجنبية المعتمدة لدى جمهورية مصر العربية لمتابعة العملية الانتخابية وبالفعل تقدم 24 سفارة وتباعا بيتم قيد باقي السفارات عدد المتابعين الدبلوماسيين اللي تم قيدهم بالفعل 67 دبلوماسي متابع العملية الانتخابية تم قيد 14 منظمة دولية بعدد 220 متابع دولي تم قيد عدد 62 منظمة بحلية بعدد 22540 متابع محلي تم قيد عدد 528 متابع إعلامي دولي ما بين زائر ومقيم وتم قيد 115 وسيلة إعلامية ما بين أكالة أنباء وقنوات وصحف تم قيد عدد 70 وسيلة إعلامية محلية ما بين قناة وجريدة ومواقع إلكترونية بعدد 4218 متابع للتغطية الإعلامية